بيبدأ في المنا مع جيتر اللي بيبقى مرمى على الارض وفي ايده مسدس وبيبقى شكله متبادل وابتقي للشرطة وبنرجع بالزمن اللي ورا علشان نفهم اللي حصل وبنشوف الملازم اللي اسمه كلابرس وبيبقى مع المحقق جيتر وبنعرف ان جيتر كان بيلعب كوتشينا مع كلابرس وزميله في الشرطة وبيبقى ده علشان ييده لجيتر من خبراتهم ولما بيخلصه بيركب كل واحد صارته وبيسمع جيتر بلاغ ازعاج في مكان معين ومع انه بيبقى الشارب ولكنه بيقبل انه يروح يفض اللي بيحصل علشان ما فيش اي حاجة مهمة في بيته وفعلا بيتجه للمكان وفجأة بيلاقي واحدة بتعدي بسرعة قدامه وبتبقى خايفة وده اللي بيخليه قف بالسيارة وبينزل على رجليه علشان يعرف ايه بتهرب من ايه ولكنه بيبقى مش في كامل وعيه ولما بيلاقي البنت بيجيله الشخص مقنع من وراه وبيصعقه بالكهرباء وده اللي بيخليه يغمى عليه ولما بيفو بيلاقي نفسه مقيد وبيدخل عليه الشخص وبيوريله الاخبار اللي بنعرف منها ان المحاقق جيتر مختفي بقاله تلات ايام وان ما فيش اي اثر ليه وبتقول المزيعة انه هو من اهم المحاققين وخصوصا انه وابد على تيرينس قلبي بدون اي مساعدة او دعم وساعتها بيقوله الشخص المقنع انهم مش هيقدروا يلاقوك وان كمان اسبوع الناس كلها هتنساك وبيحنوا بمناوم وساعتها بنرجع بالزمن تلات ايام لما كان جيتر بيلعب كوتشينة مع الملازم كلابريس واباقي زميله وبنعرف ان كل واحد منهم هيقول لي جيتر قصة اقوى قضية حلها علشان جيتر يستفيد وفعلا بيبدأ الملازم ديفيز وبيقوله انه كان بيراب مجرم قطير خطف اتنين من زميله وانه كان بيتبعه في كل مكان بيروح فيه ولكنه كان لسه ممسكش عليها اي ادلة لحد ما في يوم القادة بتوعه وقالوا ليه ان الاضيقة تقفلت وده اللي بيخليه يدهيق جدا وبيخرج من المركز واسناء طريقه بيليه عربية المجرم اللي كان بيرابه قدام مقهى فبيدخل ليه وبيعزمه على مشروب وساعتها بيساله المجرم هو فرحا ليه فبيجاوبه انه هو شرطي وانه كان بيراب شخص علشان يعرف ما كان شرطيان خطفهم وانه النهاردة عرف ما كانهم وبعد كده بيسيبه وبيمشي وبيفضل يرابه وهو متوتر وبنشوف انه هو راح للغابة علشان يطمن لو كان الشرطي قصده على الاتنين اللي هو خطفهم وساعتها ديفيز صوره والشرطة بتكون لقيت اخيرا مكان زملاء ديفيز وابضوا على المجرم وبيقول ديفيز لجيتر انك لازم تستخدم عالك اكتر من جسمك حل اي عضية وبيروحوا علشان يبدووا لعب ولكن اسناء كده بنعرف ان الملازم ماكسويل بيكره جيتر لانه بيحب بنته امي ولما بيتجمعوا على طاولة اللعب بيقول بيرنت لجيتر افتكر قصص العضايا اللي علمناها لك علشان لو كنت في موقف سيء بيوم من الايام تقدر تخرج منه بسبب الخبرة الاستفادتها مننا وبنرجع للوقت الحاضر ويتشوف ان جيتر بيكون وبيكون قدامه والمجرم وبيفضل يضربه وبيحكي لقصته وبيقوله ان هو كان زمان انسان عادي لحد ما قرر يغير حياته وخلص على كل عيلته علشان يبدأ من جديد وببقى جيتر مش فاهم ما هوش معنى خطف وهو ولكن هنا بنسمع صوت انزار فبيخضر المجرم جيتر وبيخرج من القوضة وبنسمع صوت بنت تصرخ وساعتها بنعرف ان البنت اللي خطفها المجرم ولقاها جيتر في الاول هي حبيبته امي بنت الملازم ماكسويل ولما بيغمى على جيتر بيفتكر لما كان في المكتب مع الملازم كلابريس وفجأة بيجي الاتصال وبيطلع من حبيبته امي وبتقوله انها عايزة قابله وفعلا جيتر بيوفق ايها قابلها بالليل وبيكون والدها ماكسويل مش عارف وبيفضل ويتكلمه مع بعض وتاني يوم بيقوله كلابريس ان هو لو بيحب امي لازم يسبها لانها لسه صغيرة وبنت ملازم زميله ولكن جيتر بيجدب وبيقوله انه مش بيحبها وبنرجع للوقات الحالي ولما بيقوق جيتر بيفضل ينده على امي اللي بتطلع انها في الغرفة اللي جنبه وبتقوله ان المجرم خطفها عن طريق انها لما كانت في المستشفى ندى عليها شخص وقال لها ان زميله مضروب بالنار وانك لازم بتنقذيه وساعتها بتركب مع العربية وبيقدر يخطفها وبتقوله امي اننا لازم نهرب لما المجرم يطلع من المكان وانها بتسمع عربيته وانه دلوقتي بره فبيحول جيتر ان هو يفك نفسه وفعلا بيوقع نفسه من على الكرسي وده اللي بيخلي الكرسي يتكسر وهو يتفك وبيفضل يتبع صوت امي لحد ما بيكتشف نفق سري بيقدر ان هو يوصل من خلالها الامي ولكنه بيلاقى مقايدة بسلاسل وبيعرف ان هو مش هيقدر يفكها فبيروح للدور اللي فوق علشان يتصل بالشرطة ولكن في الوقت ده بيرجع المجرم للبيت وبيسمعه جيتر وبيستخبى وبيكون ساعة المجرم جوه البيت فبيدخل جيتر وغرفة بيبقى فيها صور كتير ليه هو وامي وبيعرف ان خطفهم هما الاتنين بالذات مكانش بالصدفة وبيروح للصالة وبيلاقي المجرم فبيغطع راسه ولكنه بيكتشف انه هو تمثال وبيجي من وراء المجرم وبيكهربه وبيرميه تاني في القبو وبيفضل يضربه ويكسر لعظمه وبنشوف ان المجرم لزه في الحيط عن طريق الصمب وبيفضل يسأله جيتر ليه هو بيعمل كده وعايز منه ايه ولكن المجرم مش بيجاوبه وبيكمل ليه قصته وانه بدأ في اعماله الاجرامية واستعان بشخص علشان يشتغلوا مع بعض وانه كان بمثابة قبليه وبيقول لي جيتر انك محقق شاطر ولازم تعرف ايش معنى انت بالذات اللي خطفتك وبعدها بيحينه بمخدر وبيروح لغرفة ايمي وبيقول لها انه استعان بها علشان يخطف جيتر وانه دلوقتي ما عادش بحاجة ليها فبيديها تليفونها علشان تتصل بوالدها ولما هي بتتصل بابوها ماكسويل بياخد المجرم التليفون منها وبيقول والدها يجيب بكرة عشر تلاف دولار في نفس المكان اللي اختفى جيتر فيه وإلا هيقتل بنته وتاني يوم بنشوف الملازم ماكسويل بيخبط على بيت مريب من المكان اللي اختفى فيه جيتر وفاجأ بيظهر شخص وراه فبيهدده ماكسويل بالسلاح وبيسأله فين بنتي فبيرد على الرجل وبيقوله انه هو كان معد من الشارع وكان عايز يقوله انه ما فيش حد في البيت وفعلا بيسيبه ماكسويل ولكن ساعتها بيروح له الرجل وبيكهربه وبيحطه في عربيته وبنعرف انه هو ده المجرم وبنرجع لجيتر اللي بيكسر مواسر المياه وده اللي بيخلي المياه اتاعه على الصمغة وبيادر جيتر انه يفك نفسه وبيروح له غرفة ايمي علشان يخرج معاه ولكن بيكون المجرم رجع وبنشوف انه هو جاب ماكسويل معاه وبيشوف في الكاميرات ان جيتر هيرب فبيروح لهم بالقناع عن طريق النفأ واول ما بيطلع بيشوف ان جيتر بيخبطه وده اللي بيخلي المسدس يعمل ايده وبيمسكه جيتر وبيدرب عليه كله لصاص الخزنة ولكن بعد كذا بيظهر المجرم الحقيقي وبيهد جيتر بالمسدس وبنعرف ان اللي ماته هو ماكسويل والد ايمي وانه ما تكلمش لان بقه كان مكتوم بالحبل وساعتها بيضرب المجرم جيتر بظهر السلاح وبيخليهم عليه وساعتها بيحكي لنا جيتر على القصة اللي رأيته من شرطة لمحاقق وهي ان في شخص اسمه فشار اشتكى الشرطة ان فواتر تليفونه ارتفعت سعرها بمعدل 700% مع انه ما كانش بيتكلم في التليفون فبيكرر جيتر ان هو يرأي باسلاك الاتصالات ولا انها وصل الحاوية فطلع لها ودخل الحاوية علشان يعرف الاسلاك وصل الفين وبتبع الدنيا جوا ظلمة واول ما بيشغل نور بيشوف جسس اشخاص وفجأة بتتفتح الحاوية وبيدخل شخص ومن الخوف بيقتله جيتر وبيكتشف ان هو محظوظ وقتل المجرم الخطير تيرينس قلبي وبنرجع للحاضر وبنشوف ان جيتر مربوط وزعلان من قتله لماكسويل ولكن فجأة بيتفتح الباب وبيدخل كالابريس وبيقول لجيتر ان لما ماكسويل اتجه لكم ومرجعش عرفت ان حصلت مشكلة علشان كده راح لنفس المكان ولما فتح له الشخص حس ان هو مش طبيعي فدخل للبيت علشان يفتشه لحد ما المجرم كان هيضربه ولكن كالابريس قدر ان هو يتصدى له ويدرب عليه الصاصة وبيربطه بالكلبشات ولكن فجأة بينضرب نار على كالابريس وبيموت وساعتها بيتصدم جيتر وبيبز علان جدا وبنعرف ان المجرم فك نفسه وبيروح لجيتر وبيضربه الظهر المسدس وبيتخيل جيتر ان هو بيلعب كوتشينا مع كل زميله وبيقوله ليه انك لازم ما تستسلمش وبيقوله ماكسوال انك تقدر تجيب حق ابنتي وبيشرحه ليه الدلائل وان المجرم استدرج ايمي علشان تخليك تخرج من السيارة وانه عامل قبو كامل مجهز علشان يعذبك وساعتها بيفتكر جيتر المعلم الخاص بالمجرم اللي قاله ان هو بمثابة قب ليه وان كل الاخبار بتقول ان جيتر قتل تيرنس قلبي وبيفهم ان هو ده المعلم بتاع المجرم وانه عشان هو قتله قرر انه يعذب فيه ولما بيفوق جيتر بيلاقي جنبه جثة كلابرس وبياخد منه مفاتيح الكلابشات وبيفوق بها ايد وساعتها بيجي المجرم وبيعمل جيتر انه هو لسه مغم عليه ولما المجرم بيبقى جنبه بيخنوه جيتر وبيربطه مكانه وبيقوله يحكي ليه هو ليه عمل كل ده علشان يجيب حق معلمه فبيقوله المجرم ان الحواياة اللي انت قتلت فيها كان فيها جثة كتير هو اللي قتلهم وانه كان عايز يثبت لمعلمه انه هو يقدر يحتمد عليه في الشغل وانك انت اللي سلبت منه كل ده فقررت ان تهم منك وساعتها بيضربه جيتر وبيروح لامي وبينقذها وبيخرجها بره وبياخد مسدس بيلاقي مرمي للاحتياط علشان لو المجرم جاله مرة تانية ولما بيخرج من البيت بيلاقي ان الشرطة مستنية فبيحاول ينزل المسدس من ايده ولكنه بيكتشف ان المجرم لازق بالصمغ وساعتها بيررب الشرطة على نار كلاب يحكيها جيتر للصحفية وبيكون هو في السجن وبيقول ان الشرطة لما نزلت ملاقوش المجرم لانه فك نفسه وبنعرف بعد شهور انه تم الافراج عنه وفضل يبحث في قضايا المجرم ولكنه دايما كان بيفشل وبنعرف ان يوم لعبة الكوتشينا بقى جيتر من ضمن المحققين اللي بيده نصاح للمبتديين